أثابكم الله فضيلة الشيخ هذا سلام يقول أنا أسكن بجوار والدتي وأقضي حوائجها من شراء بعض الأشياء الخاصة بها ولكن زوجتي تغار من هذا الفعل أرجو توجيهكم لي جزاكم الله خير تغار تموت تحيا لا تفكر في شيء هذا حق لأمك ما إليك من زوجتي والله لو بلغت عنان السماء أو حفرت سردابا في الأرض ما إليك منها أنت مكلف بها تحول بين الإبن وأمه من هي هذه الزوجة أمام أم حنون حملتك كرها ووضعتك كرها من الذي يجازيها ومن الذي يكافئها هذه امرأة جاهلة ما وجد التغارض على ولد مع أمه هذا يقول بعض العلماء هذا جنون ليس بغيرة هناك جنون هناك غيرة لكن هذا ألعن من الغيرة وأسوأ لأنه جنون ما حدي غار من ولد مع أبيه وأم بنت مع أمها أو ولد مع أمه الأم حقها عظيم وعن المرأة أن تتق الله أن تعلم سعادة زوجها في بره لأمه فإذا وقفت بينه وبين بره لأمه فويلوا لها من الله عز وجل لأن هذا حرب يبيض بها الشيطان ولي الله المؤمن البار بوالديه يصلت عليه زوجته وبعض الحياة المصيبة الزوجة غار من زوجتي إذا برت أباها أو أمها هذا كله من عبث الشيطان هذا جنون وليس بغيره أن المسلم يتق الله حق الأم كبير جدا ما دامت أمك حية فادركها قبل أن تبكي الندم على فراقها لا تفكر في زوجة ولا في أولاد ولا في أصحاب ولا في أحباب أمام الوالدين فكر أين أنت مما أضعت من أيام خلت وأزمنة مضت طالما ضيعت هذا الحق ووالله إذا قبرت أو ماتت لبكيت بكاء الندم ألا كل تفريط على كل تقسير أذي أمك قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم ما قال اقضي حوائجها الله أكبر إلزم رجلها الجنة التي من أجلها سالت دناء الشهداء ومن أذلها بحث أصوات العلماء تعليما وتذكيرا من أجل الجنة عند رجل الوالدة ثم تقولي زوجةها إلزم رجلها الله أكبر والله لو تأمنت في هذه الكلمة يحار عقلك ولبك ما قال وطعها ما قال اقضي حوائجها أبدا قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد قال أحية أمك قال نعم قال إلزم إلزم رجلها إيش معنى هذه الظلة أولا غاية الظلة لأن الرجل موضع القدم هذا غاية الظلة والإسلام عزيز لم يقتصر القرآن وحده على التذلل للوالدين حتى تبعته السنة الله يقول واخفض لهما جناح الظلم عبض الظلم للوالدين ثم تأتي السنة وتقول إلزم رجلها إلزم رجلها فإن الجنة ثم أي هناك جنة الله سلعته الغالي عند قدم الوالد أين أنت؟ أنت في جنة عظيمة ونعمة جليلة كريمة ما دام قلب أمك يخفق ما دامت الروح في جسد أمك أدركها قبل أن تبكي بكاء الندم أسكت لسانا يحول بينك وبين بر أمك وصم أذنك عن من يدعوك إلى التقصير أو التواني أو يثبقك قل للزوجة من اليوم إياك أن تفتحي فمك في شيء بيني وبين أمي وإياك أن تعترضي سبيلي إذا قمت ببري لأمي هذا حق واجب عليك ليس لك فيه منه حق الأم وما حق الأم مهما فعلت ومهما بدلت ما جازتها حقه ولذلك لما ينظر الإنسان إلى مصوص إذا نظر الموفق السعيد إلى مصوص الكتاب والسنة وجده متضافر ومتكاثر في تقديم حق الوالدين فلا يجوز المسلم أن يترك أو يرخي العنان لزوجته الزوجة لا حق ولكن ليس على حساب الحق الأحق والأولى والأعظم والوالدة والوالد الوالدة قل لك أريدك في شغل وإذا بها تقول إيش هذا الوالد ما نستمتع بك ما نجي سمعاك تقول لها أخرصي واسمتي هذا أبي وهذه أمي وهذه أمي جنتي وناري لا تتكلمي في الوالدين من أول لحظة تشكتها لا تتدخل الزوجة وصاحبك يقول لك ما هذا الأب الذي يشألك إلى متى أبوك ما نستطيع نأخذك ما تستطيع سافر معنا بمجرد أن يصل أحد ليدخل بينك وبين أبيك وأمك فأخرج سسانه وأوقفه عند هذا الحد قل له كل شيء إلا والده كل شيء يتكلم فيه بالنسبة لأموري فيما بيني وبينك من خاصتنا إلا الوالده فاحذق وإياك أن تتكلم وإياك أن تثبت عزيمتي أو تضعف قوتي في بري لوالدي ولذلك أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل وأوصي هذه المرأة أن تتق الله وأوصي كل زوجها أن تتق الله عز وجل كانت الزوجة تأتي إلى أم زوجها كأنها أم لها ترعاها وتكلمها وتحسن عشرتها وتتذمن لها وتوفي لها وهذا هو شأن الصالحات الموفقات أنه أن يحرص على بر الزوج في والديه المرأة الصالحة تقف مع زوجها تقيمه من منامه لبره لأمه المرأة الصالحة تقيمه من منامه وتزعجه في راحته يأتيها ويقول متعب يقول له أبشر بكل خير أنت أتيتني من جنة أنت إذا قضيت حاجة الأم قضيت حوائجنا لأن الله ببركة طاعة العبد البركة في الطاعة إلى طاعة العبد واتقى الله عز جل بورك له في قوله وعمله وماله وأهله وولده ومن دخل إلى زوجه بارا بوالديه دخل إلى خير وإلى بر فالمرأة هي التي تشبت زوجها المرأة الصالحة أما إذا كانت صالحة بالاسم والدعوة وتأتي تغار كل ما دعت الأم وكل ما سألت هذا ليس بغيره هذا جنون وإياك أن تتبع أمرك الله بالعقلا هناك عمون امرأة ما هي عاقلة تقول لك تحل بينك وبين أمك إياك ثم إياك احذر ولا يتسلط عليك حب الزوجة وحب الأولاد على حب الوالدين فنص الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي وأسمائي الحسنى والصفات العلان يجزيهم عنا خير ما جزى والدين عن ولد اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم وعفى عنهم وأكل نزلهم اللهم اغفر لهم لآبائهم وأمهاتهم إلى المنتهى اللهم اجزيم عنا خير ما جزيت والد عن ولد وضاعف أجرهم في ذلك اللهم أعلي مراتي شركا من كان منهم حيا أن تفسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله اللهم اجعلنا من البارين اللهم اجعلنا من البارين وأعطنا أفضن ما أعطيت بارا في بره وافتح علينا بذلك أبواب الرحمات وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الواصلين واجعلنا من البارين واجعلنا من أهل الرضا يا أرحم الراحمين اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدينا بشيء بلغنا أعالي الدرجات وغفر لنا في الحياة وفي الممات وأوجد لنا واسع الرحمات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارة اللهم اسعدهم سعادة السعداء اللهم نعيمهم نعيم الشهداء اللهم انزلهم لمنازل الأبقية وتزيم عنا خير اللهم تزيم عنا خير ما جزيت والد عم ولد اللهم اغفر لهم قصروا في حقنا اللهم اغفر لهم قصروا يا عبد الله فبدل سيئاتهم حسنا تعجل لهم رفاة الدرجات ونعيم الجنات ارحم الرحمين اللهم عنا على برهم احياء وعمعت اللهم عنا على برهم ورضاهم يا ارحم الرحمين اللهم اغفر لهم اتم المغفرة واشملها وعمها واخصها وارحمهم اتم الرحمة واشملها وعمها واخصها يا ارحم الرحمين اللهم أحلناهم إليك أن تجزيهم بأحسن الجزاء وأن تنزلهم منازل السعداء وأن تجعلهم في جوار النبيين والصديقين والأتقياء يا فاطر الأرض والسماء يا أرحم الراحمين اللهم أغفر لأحيائهم ويسر أمورهم وشرح صدورهم وأحسن خواتنهم وأصبح أقوالهم وأعمالهم وأرضهم عنا يا أرحم الراحمين اللهم أغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا أحياء وأمواته اللهم ارفع عنا آثار ذلك من السوء في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين اللهم اجبر كسرنا وارحم بعثنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم الأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم وعفعهم وأكل من نزلهم وأنسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب العبيض